المترجم للقناة في مثل هذا اليوم 12 ديسمبر من سنة 2007 توفي الحاج مفقي دحو كان عمره 82 سنة ولد الحاج دحو في يوم 12 ماي 1925 بمعسكر حي بباعلي أبوه محمد وجده سحنون مفقي رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه أولا مساره الدراسي تابع تعليمه القرآني في سن مبكر درس بالمدرسة الابتدائية للبنين حي بباعلي أم عسكر حاليا متوسطة ماي محمد ثم واصل دراسته بمرحقة التعليم التقني التابع لها والتي تخرج منها في سنة 1941 ثانيا مساره النضالي ترعرع الحاج دحو في عائلة ووسط شعبي متشبعين بالروح الوطنية ومقتنعين بإلزامية مكافحة المستعمر الفرنسي بمختلف الوسائل من أجل استقلال الجزائر وحرية شعبها ذلك ما جعله يلتحق مبكرا بالحركة الوطنية فصاحب في شبابه الوطنيين خاصة منهم مناظري حزب الشعب الجزائري ببيا الذي كان يتزعمه مصالي الحاج ويمثله في معسكر مصطفى اسطنبولي وبعد تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري أدمع من طرف فرحة عباس في سنة 1946 اللي تحق بصفوفه مع العلم أن الأستاذ طهر حمد كان على رأس خليته بمعسكر ثالثا المجاهد واصل الحاج دحو نضاله السياسي إلى غاية اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 التحريرية استجابة لنداء أول نوفمبر التحق بصفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واصل نضاله إلى حين اكتشفت أمره مصالح الأمن الفرنسية وأوقفته في يوم 21 نوفمبر 1956 حسب هذه الجريدة الصادرة في يوم 28 نوفمبر 1956 تسعة مجاهدين من بينهم مسؤول خلية تم القبض عليهم في معسكر كان ذلك رد فعل قوة الشر الفرنسية بعد أن تم تنفيذ عمليتين فدائيتين في حي ببالي قضية خلالهما على خوانا لوطنهم وشعبهم الأولى في يوم السبت 8 سبتمبر 1956 والثانية في يوم الاثنين 12 نوفمبر 1956 لم تذكر الجريدة إلا ثلاثة منهم حمياني عبدالقادر رئيس الخالية وهو في الواقع حمياني محمد قدر عبدالقادر ومزيان دحو من بين الست موقوفين الآخرين هناك مفقي دحو وكذلك بندريسي عبدالقادر والحسن محمد تم اعتقاله بعد ذلك لمدة سنتين من 21 نوفمبر 1956 إلى 21 نوفمبر 1958 اعتقل في سجن كل من معسكر وبروغية والحراش من بين رفاقائه الذين عانى معهم من ظروف الاعتقال في سجن الحراش على وجه الخصوص نذكر المجاهد مفدي زكريا بعد خروجه من السجن رجع إلى ما كان عليه مواصل نشاطه في المنظمة المدنية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى غاية الاستقلال رابعا الكشاف بعد ميلاد حركة الكشافة بانجلترا في سنة 1907 ظهرت أفواج كشفية لأول مرة في المجتمع الفرنسي بالجزائر المحتلة في سنة 1912 سنة بعد ذلك وبالضبط في يوم 23 أوت 1913 تم تأسيس أول فوج كشفي في مدينة معسكر متكون من الجزائرين الأصليين فقط في غياب أي مصدر يشير إلى تأسيس فوج مماثل آخر قبل يوم 23 أوت 1913 عبر التراب الوطني تعتبر معسكر المدينة الوحيدة التي ظهرت فيها الكشافة المسلمة لأول مرة في الجزائر كان اسم الفوج الكشافة المملوكون الفرنسيون أو الكشافة الأهليون الجزائريون كل أعضاء مجلسه الإداري كانوا فرنسيين باستثناء واحد جزائري الأصل هو السيد جناوي بوجلال نائب الأول للرئيس ومسؤول المالية والذي كان تاجر بحي العرقوب وهو يعتبر بذلك الرائد الأول للكشافة المسلمة في معسكر وحتى في الجزائر من أبناء معسكر الوطنيين الذين اقتدوا به المجاهد دحو مفقي يعد الحاج الدحو مفقي من بين مؤسسي فوج الإقدام للكشافة الإسلامية الجزائرية في سنة 1941 في الواقع كان الفوج ينشط منذ سنة 1938 لكن لم يحصل على موافقة السلطات الفرنسية إلا في يوم 26 ماي 1941 يظهر الحاج دحو في الصورة مع رفقائه في الفوج خاصة منهم ست مؤسسين آخرين تم التعرف عليهم لحسن محمد مكيوي مامون مفقي قويدر بلغور حمزة مداح الدور وبالعوني مختار في يوم 23 سبتمبر 1943 حلت السلطات الاستعمارية المجالس المالية الأهلية واعتقلت كل من فرحة عباس والسايح عبدالقادر عضوين فيها أسبوع بعد ذلك أي في يوم 30 سبتمبر احتفل الشعب الجزائري بعيد الفطر مباشرة بعد صلاة العيد تظاهر أبناء معسكر مطالبين بإطلاق صراح المعتقلين وقع وقع ما وقع وانتهت المظاهرة بإلقاء القبض واعتقال العديد من المتظاهرين من بينهم أعضاء الجمعية الكشفية الإقدام من أمثال رئيسها جيد حسين الذين كانوا على رأس المظاهرة بعد أن نظموها يضاف إليهم مصطفى اسطنبولي والأستاذ بالحلفاوي محمد على وجه الخصوص ولم تتأخر السلطة الاستعمارية في حل جمعية الإقدام للكشافة الإسلامية الجزائرية التي دام نشاطها سنتين إثنتين وأربعة أشهر على غرار الحركات الوطنية الأخرى الناشطة قبل الثورة التحريرية كان الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري يدما يسعى إلى ضم الشباب في صفوفه وتقطيره في هذا الإطار قد تم تكليف الحاج دحو بتأسيس فوج للكشافة في معسكر في سنة 1949 ذلك ما تشير إليه مصالح السرطة الفرنسية في هذا التقرير المؤرخ في يوم 26 ماي 1949 والذي جاء فيه ما يلي يظهر أن المستشار البلدي ظهر أحمد منذوب اتحاد البيان في معسكر وردت إليه تعليمات من الجزائر لتأسيس جمعية للكشاف المسلمين يظهر أنه كلف المدعو مفق دحو من اتحاد البيان بالبحث عن مقر والقيام بالدعاية في وسط الشبان المسلمين لينخرطوا في هذه الجمعية في هذا الباب يقول الدكتور جاكر لحسن أستاذ جامعي ما يلي ما كانت مفق الدحو الذي يعد أحد القيادات في معسكر كانت بارزة خاصة إذا علمنا أنه كان قائدا لشباب الكشافة الإسلامية بياسامة بويسكوت ميزينمو ألجيريا كان يترأس هذا الحركة في مدينة معسكر بعد 1948 كان نشاطه في الكشافة الإسلامية الجزائرية مرتبطا ارتباطا وثيقا بنضاله في المجال السياسي خاصة خلال عهد الاستعمار الفرنسي نظرا لدور الكشافة في تكوين الأجيال الصاعدة وتحضيرها لمواجهة المستعمر الفرنسي ومحاربته سياسيا وحتى عسكريا لم يتغيب عنه الا مرة واحدة في حياته بسبب اعتقاله في السجون الفرنسية بعد وفاة المحافظ الكشافة لحسن محمد في سنة 1971 خلفه لحاج دحو في نفس المهام الى غاية السنة 1974 وهو يظهر بهذه الصفة على أقص اليمين في الصورة خامسا المنتخب بعد أن استرجعت الجزائر سيادتها في جويليا 1962 وبعد أن احتفل الشعب الجزائري باستقلاله لم يتوقف الحاج دحو عن النضال بل واصله إضافة إلى نشاطه المتميز في الكشافة الإسلامية الجزائرية قد كان عضوا منتخبا لثلاث عهدات في المجلس الشعبي لبلدية معسكر عهدتان ثنتان مع يوسف بن خدار رئيسا وعهد واحدة مع محمد خالدي رئيسا الخاتمة الحاج الدحو مفقي رمز من رموز الثورة التحريرية غرس قيمها في أذهان كل الكشافة الذين كان لهم الحظ والشرف أن علمهم وهيئهم لمواصلة ما قام به طيلة حياته الكشفية والذين لا يزالون يحافظون على ذكراه وذكرا رفقائه نذكر لبعض من ممثليهم بوثلجا حسين المحافظة الولائي للكشافة خنتر فريد بن طاطا عبد الكريم بجانب الحاج دحو نبي عبد القادر باللعوج قادر طيب محمد عميد العمداء عويمر عبد الحميد رئيس قدماء الكشافة فوج لحسن محمد معسكر ويظهر البعض الآخر منهم في المقطع التالي إلى لغاية إخوة لا تتودعوا لا تتودعوا الله شميعنا يوخي هذا الجلال الله شميعنا يوخي الله السؤال الشكر إلى السيد محمد مفقي ابن الحاج دحو مفقي وإلى السيد دحو مفقي حفيد الحاج دحو مفقي تعليق وإخراج بالقاسم مختار حجيل جائل اشتركوا في القناة